لكن الراجل بقى اللي بيهين دايما ويشتم وينتقد ويهدم فيك الراجل يتسياد لك الأخطاء مايبقاش راجل الراجل اللي بيهينك كل لحظة مايبقاش راجل الراجل اللي ما بيقدرش لتعبك ولا يقدر نفسيتك مايبقاش راجل الراجل اللي بيمحي شخصيتك ويمحي شخصية زوجته بحجة أنه راجل مايبقاش راجل فقدس ايه قصلا الراجل اللي بيتقمس بسرعة وينتظر زوجته هي اللي تيجي تسالحه عارفين انت القمص السريع واتكلمنا عليها قبل كده ما يبقاش راجل اللي ما يعرفش يحتوي زوجته وقت غضبها ما يبقاش راجل الراجل ما يعرفش يطبطب ما يبقاش راجل ما تعرفش تصلح زوجتك وتطبطب عليها ازاي يعني ده قمة الرجول انك تعمل كده الراجل اللي بيترك زوجته وبيهملها وما بيكلمهاش ولا يعيشها ولا يعيش يومها ولا عارف حاجة عن حياتها ولا عن قلبها ولا عن مشاعرها ما يبقاش راجل الرجل ما اتصلش بزوجته ولا يسأل على زوجته ولا يعرف أحوالها مبقاش راجل الرجل اللي بيلوم زوجته على كل شيء بيحدث في الكون أي حاجة ده قصر ده مش عارف يدع الرجل اللي قرر انه زاوي على نفسه كده ويقفل على نفسه ويترك حاله وعياله وزوجته كذا والزوجها اللي تقوم بالمهام مبقاش راجل الرجل اللي عينه زايغة على الحرام دايما مبقاش راجل والله ولا انتك فيه نساء العالم كلها ليه لعينه زايغة شاردة في الصعر الرجل اللي بيعامل زوجته على انها فقط معون للخلفة بيتقال كده الله انا اسمعت واحد قال لزوجته كده بس معون لخلفة العالم وخلاص او دي وظفتها مش فاهم يعني ايه انساء مش فاهم مبقاش راجل عارفين مين الرجل اللي بجد الرجل اللي بيحب من كل قلبه الحريص على زوجته على زعلها اللي بيحب بجد وحبه ده ظاهر على جواره بيقول بحبك وبيعمل بحبك الرجل اللي بجد هو اللي بيحسسك بالامان طول ما هو موجود او مش موجود لانك انت حس بوجوده حواليك الرجل اللي بجد اللي يكفيك ما قونت الدنيا وهموم الدنيا كلها انا معاني الراجل انا زوجي جاي لا لا الراجل اللي بجد اللي بيحب ضحكتك ويحب يحافظ انك دايما بيتحكي مش يبقى مبسوط قوي فش غليل وايوة خلات تتنرفز على العفريتة كده وتتنطط حريص دايما يشوفك فرحانة ومبسوطة ده راجل الراجل اللي بجد اللي بيشاركك احلامه وحضره ومستقبله مش بيخب عليك وخايف منك تعرف ايه ولا يكوش مش عارف لا 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 الراجل اللي بجد اللي بيذكرك دايما بالله ويذكرك بالله ويعينك عطاه عشان تبقى بعض فوق في الجانب ويقولك لا منها اللي اللي مش عايزة تشوف خلاتها والله فيها علاقة الدنيا الراجل اللي قربك اكتر من ربنا مش يخليك تشك في دينك بسبب افعال وتقول لي معقول الدين كده ما هو ده بيصلي معقول الدين وتشك يا عين ليه الاقواله متناخضة وافعاله ويعوده كلها كاذبة الراجل اللي بجد اللي بيقولك مالك فيك ايه انا حاسس بيك طب الله يعينك طب اعملك ايه ريحك ده راجل ما بينقسم الرجلته والله ولا من شنب ولا من دقن ولا من اي حاجة في الدنيا راجل الراجل اللي بجد هو اللي بيشكر زوجته ويعرف قيمتها ويحمد الله عز وجل عن نعمة الزوجة ونعمة الاولاد هو ده الراجل الراجل اللي بجد اللي بيعملك كأنسة وكمالكة حياته انت شايفه هو شايفك مالك عشان كده انت حطاه في اعلى مكان كل زوجة محتاجة الراجل والزوج ده في حياته على فكرة ونحن في حلقتنا دية بننسح جيل الشباب اللي فاته ويسه يعني يسمعوا خير وبركة ان هم يعدلوا خير يعني ما غابة من حضر اللي جاي متأخر حسن من اللي مجاش لكن احن ننسح جيل الشباب اللي مقبل انتبه وخلي بالك وانت كمان خلي بالك تعمل ايه واللي بتحتاجه المرأة وزا يتعمل معها رزقنا الله وإياكم الأمر ده قولوا أمين واللهم يا رب يا رب أرزق كل بنات المسلمين الزوج الصالح التقي الرومانسي الجميل الحنون الطيب الحبيب اللي بيعرف يتكلمه في نفس الوقت يتق الله فيها اللهم أمين